السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باير نيميونخ بطلاً لأوروبا بتشكيلة اللي هي تتجاوز المية وتلاتين مليون يورو للمرة المليون كرة القدم بتثبت انها بتدار بالعقل والتفكير والتخطيط مش ابداً بدفع مبالغ جبارة في صفقة او اتنين فانس فيلك مدرب البافاري كان جاي كمدرب مؤقت لحد ما الباير يتعاقد مع مدرب اسم كبير ولكن فيلك فجئ الجميع بفكره واعتماده على عناصر شابة ممزوجة بعناصر الخبرة وقدر يكون فريق قوي اهم سماته هي الروح والاسرار واللعب والعمل بشكل جماعي وكوحدة واحدة ووحدة من الحاجات اللي بتميز اللعب الجماعي او مدرسة البايرن بشكل خاص او المانيا بشكل عام ان هما اللي يعتمدوا اطلاقاً على اسم واحد او نجم كبير في الفريق بيشيل الفريق ولما مستواب يقل او ما بيكونش موجود الفريق بيقع او بينهر بشكل كبير بمعنى اصح ما عندهمش معتقد افضل لعب الفريق اللي لما ما يكونش موجود الدنيا هتبوض لا بايرن ميونخ على مدرب بطولة ما تقدرش تقول مين نجم الفريق ليفندوسكي ولا مولر ولا جورتيسكا جانابري ألفونسو دوفيس كومان كيميتش نوير اسام كتير قوي ما تقدرش تحدد مين فيها هو اللي قوي ولكن وجودهم كلهم مع بعض هو ده مركز قوة وثقة للباير تفوق فيلك على مواطنه الالماني مدرب باريس سينجيرمان توماس توخيل والهزيمة دي لا تعني اطلاقاً ان دخل ده مدرب قليل توماس توخيل اعتقد ان هو حتى باريس في مكانة ما ادروش يوصل لها قبل كده مدرب سحب فكرة وبينتمي لنفس المدرسة اللي بينتمي لها هانس فيلك ولكن جاهزية وتحضير العناصر اللي اعتمد عليها هانس فيلك وادرته للقاء بشكل جيد جداً خلت الكفة تميل لمصلحته على رغم كمان من تفوق باريس سينجيرمان في بعض فترات اللقاء بشكل كان واضح جداً وخصوصاً نشطة الاول بايرنوم يونخ يتعلم حاجة حلوة قوي وملحوظة فيه وخصوصاً في المباراة الاقصائية الفترة دي انه ممكن يبدأ اللقاء اول ربع ساعة او نص ساعة ما يكونش الافضل ويستقبل اللعب في ملعبه ولكن اهم حاجة انه ما يستقبلش اهداف بكتره قوي يستقبل هدف واحد بس في الشوت الاول زي ما حصل قدام البرصة قدام ليون كان مضغوط بشكل جبر قوي في اول 30 دقيقة ولكن تحمل وعداها وكسب 3-0 قدام باريس بقى اتشكل عليه خطورة كبيرة طول الشوت الاول ولكن ظل صامد وتحمل لحد ما وصل للهدف المطلوب كان تفكير كويس اللي اعتماد على سيرجي جنابري كجناح يمين والاعتماد على كين كومان كجناح يسار عشان يلعب الاربعة 3-3 بشكل صريح ويكون عنده جناح يمين وجناح شمال مش الاربعة 4-2 اللي شفناه في ماتش برشلونة وماتش ليون لما كان بيزود ببرزيتش في نص الملعب مكان كين كومان وسقط جنابري في نص الملعب عشان يشكله خط رباعي برزيتش كالجناح صريح في الشق الهجومي مش مميز زي كومان ولكن شوت اول زي اللي شفناه قدام باريس كان لازم فعلا يكون كومان ده موجود خصوصا ان وراء لعيب سريع ومميز جدا بيجري دايما وهو الكندي العظيم الفونسو ديفيت الفونسو هو اكتر لعيب بيقطع مسافت في الملعب رايح جاي على الخط هيلعب عليه في باريس اندريا هريرا وديماريا فكان لازم ديفيس يتقل شوية ويكون قدامه لعيب زي كومان يؤدي الادوار الهجومية مكانه وبمجرد ما الباير نسجل هدف عمل تبديلتين عشان هو عارف كويس ان باريس هتجري ورا نتيجة وامزح موسط الملعب ونزل بيريزيتش وفيليب بيكوتينيو وعلى الناحية التانية باريس عمل مباراة كويسة وقوية جدا ولكن يقزت ناير على مدار اللقاء كله منعتهم من تسجيل اي اهداف بدأ تخل بافضل تشكيله متاحة بالنسباله ولكن يعابه حاجة واحدة بس وهي عدم وجود اوراق ربحة عالدكة يقدر يغير بها مجراءات اللقاء وتساعده في ان هو يتعادل او يسجل هدف الفوز في النهاية نسخة ستسنائية من الشامبينز ليج بايرن بكل روح واسرار وبدون هزيمة او تعادل على مدار البطولة يتوقع بطلا على عرش الكرة الاوروبية في النهاية كان معكم محمد اسماعيل سلام